هذا حقه أصيل للاتحاد المصري لكرة القدم طيب أنا بأكد لسيادتك أن اختصاص إصدار العقوبات في هذا الشأن بالنسبة لللاعب المخالف والتحقيق معاه بنص اللايحة الأساسية اللي محمد به بيتبعه في اتحاد الكرة المادة 66 فقرة به بتقول أن الاختصاص للجنة الانضباط مش لاتحاد الكرة أدي نمرة واحد ده كلام القانون بقى فضل نمرة مين نمرة مين هو أنت النهاردة بتحولني للجنة الانضباط عشان تحقق معايا وتديني عقوبة عشان إيه بالزبط عشان حضرتك اللي تديني عقوبة في الآخر ولا لجنة الانضباط هي اللي تديني العقوبة المفروب يصدر القرار من لجنة الانضباط نفسها ما يصدرش القرار من مجلس اتحاد الكرة نمرة ثلاثة محمد بالمشطة بيقول أنه أن هو كان منتظر إذا كان محمد الشيبي هيتصالح في الدعوة الجنائية لأمام القضاء الجنائي عشان الموضوع ما يبقاش فيه مخالفة هو أنت بتعاقب محمد الشيبي عشان صدر حكم جنائي ضد الكابتن حسين الشحات ولا بتعاقب محمد الشيبي أصلا عشان لجأ للقضاء الجنائي المفروض أن أنت بتعاقب محمد الشيبي من وجهة نظره على أساس أنه خالف اللوائح بتاعة الفيفا ولوائح القضاء أنه لجأ للقضاء بصرص النظر عن أنه كان اصطلح أو ما اصطلحش الراجل ده من وجهة نظرهم أنه مخالف أنت لكن القرار عشان عندك نشوف محمد الشيبي هيصطلح ولا لأ ولما محمد الشيبي ما يصطلحش وإحسين الشحات ياخد حكم ففي الحالة دي خلاص هنا أصبح مخالف للوائح ومخالف للوائح الفيفا ولوائح الاتحاد فيصدر بشأن القرار بصراحة يعني أنا مستق جدا من اللي حصل ده وأنا مضطر آسفا أني أصعد الأمر واتخذ كافة الإجراءات القانونية من التظلمات أنا هعمل الاتماسات وتظلمات لللجانة المختلفة في اتحاد الكورة لأن أنا شايف أن اللي حصل ده فاندم تغول تغول باللفز كده تغول على لجنة الانضباط باعتبار أن هذه اللجنة هي لجنة قضائية مستقلة في قراراتها اللي بتصدر بخصوص هذا الشأن وبالتالي ما ينفعش اتحاد الكورة يصدر هذا القرار بالمخالفة بالمخالفة اللي خلف اللوائح هنا مش محمد الشيبي اللي خلف اللوائح هنا اتحاد الكورة لما أصدر عقوبة على اللاعب بإيقافه 6 مدشات و100 ألف جنيه فأنا هتخذ كافة إجراءات القانونية حتى وصلت إلى أن أروح محكمة الكاس محكمة التحكم الرياضي الدولي وبعد إذن ساعدتك فاندم هو بيتكلم على بعض الأمثلة يعني بيقول محمد صلاح لما اتضرب ما حصلش مش عارف إيه والكلام ده الأمثلة دي لا فيه أمثلة كتير جدا على مستوى العالم فاندم وحصل فيه مسألات تأديبية وقعت عليه من الاتحادات ما هو فيه فرق ما بين المسألة التأديبية لللاعب أو الإدارية والمسألة الجنائية المسألات التأديبية أو الإدارية دي بتخضع لإشراف ورقابة اللوائح الموجودة في الفيفا ولوائح الاتحادات إنما المسألة الجنائية بنص المادة 58 اللي حضراتهم بيستندوا إليها الحظر اللي موجود فيه استثناء منه الاستثناء اللي موجود في المادة دي إذا كانت المسأل لا تخضع ولا تقبل للتحكيم وبالذات المسأل الجنائية لأن المسألة الجنائية ما هو لو واحد موت واحد مش هنقعد نقول أصل اللي موته ده يقعد ثلاث مطشاط ولا ست مطشاط ده هنا فيه جريمة جنائية حدثت المسائل الجنائية بنص المادة 58 من ليحة النظام الأساسي للفيفا اللي الاستاذ الزملاء بيستندوا إليها في فقرتها الثالثة بتستثني من هذا الحظر المسائل التي لا تقبل التحكيم طيب أستاذك هاني بيه هاني بيه ومنها المسائل الجنائية فهي بتخضع لإشراف وسلطات التحقيقات المحلية باشا عن رد فعل نادي بيرامدز بعد قرات الاتحاد المصر وكرة القدم نادي بيرامدز رد فعله ايه؟ أنا مليش دعوة بنادي بيرامدز دلوقتي أنا محمد محمد الشيبي أنا هي دخلني في نادي بيرامدز أنا قصتي كلها مع محمد الشيبي على فكرة أنا مليش أي دور مع نادي بيرامدز كل شغلي مع الكابتن محمد الشيبي ولا نادي هو اللي خلي حدثك ترافع حدثك حامدز أنا تهانت يا أستاذ هاني وعايد حقي في هذا الأمر أنا حاسس أن حقي أهدر وكرمته تهانت قدامي الدنيا كلها ناس كلها شفيتني وأنا بتهان وأنا بتضرب وأنا بتسبل الدين فأنا خدت إجراءاتي القانونية بعد دراسة دقيقة جدا من خلالها تيقنت تماما تماما بما لا يدعم مجالا للشك بأن الحظر المنطبق في المادة 58 في استثناء منه وده أكدوا على فكرة ناس كتير قوي من الخبراء في اللواحة التحكيم وأنا عايز أوضح جزئية في الآخر كده خالص أفندي طيب عشان رحل محمد بي أمثل كتير جدا على مستوى العالم خدوا جزاءات تأديبية من الاتحادات بتاعتهم وعلى الرغم من ذلك خدوا أحكام جنائية جنائية غير المسألات التأديبية وبالتالي فيه فرق ما بين المسألة التأديبية لللاعب وما بين المسألة الجنائية لللاعب ده اللي أنا عايز أوضحه بها حيني بكري بشكرك وخلي حاك معايا لو حتاجنا ترد محمد بن ماشطد فضل وبعد كده هروح لأشرب بيعاب العزيز كمان فضل محمد بن ماشطد